أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف الدكتور عمار الحسيني أن تطوير المنظومة الإلكترونية في الكويت من ضمن أولويات تطوير الخدمات الإلكترونية من خلال استراتيجية التحول الرقمي هذا وذكر الحسيني أن برنامج عمل الحكومة يتضمن العديد من المبادرات حول التحول الرقمي الشامل ومنها تأسيس شركة لإدارة شبكات الاتصالات الثابتة وإصدار دليل الخدمات الشامل التي تقدمها الجهات الحكومية وتحويل 90% من هذه الخدمات إلى خدمات رقمية بشكل تدريجي